وها هو المجتمع الدولي يشاهد ويراقب ما تقوم به سلطات ميانمار من انتهاكات وقتل وتهجير وتعذيب لمسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى بشكل يتنافى مع جميع مفاهيم التعايش والإنسانية ونتيجة لاستمرار هذه الانتهاكات من سلطات ميانمار فلقد دأبت المملكة العربية السعودية مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي على تقديم هذا القرار الذي يلقى تأييداً واسعاً من قبل الدول الأعضاء سيد الرئيس لقد راعى مشروع القرار المقدم أمامكم التوازن والموضوعية فمن ناحية يرحب مشروع القرار بكل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة ومن ناحية أخرى يتمسك مشروع القرار بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة المسلمين الروهينغا حل يشتمل على الاعتراف بحقهم في المواطنة والعودة والحياة الكريمة